الفرق بين التدين الحقيقي والتدين الشكلي نعم وسيد الفاضل تعرف نحن نعيش كما يقولون في السنوات الخداعات فهناك خداع أو هناك تضليل في كافة جوانب الحياة يعني كأكذوبة كبرى على مستوى العالم كله أن الحياة الدنيا هي هاي اللي أنت تتمتع بيها وتنسى الآخرة هذا الإشكال ضرب كل المجالات في الحياة يعني هناك اهتمام بالمظاهر والقشور على حساب الجوهر ونسيان اللب ونسيان فحتى بعض المشايخ يهتم بمظهره وشكله وعبايته وكذا أكثر مما يهتم بعلمه وبمنطقه وبأساليب تأثيره بالآخرين صحيح أيهما الأهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر على اهتمامه بالقلب محط نظر الرب هو القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم فالمدار مدار القلب قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أصحاب الخشية فتقدر تفرق بين التدين الحقيقي والتدين غير الحقيقي من هذه النقطة من موضوع الخشية الخوف من الله المقياس الثابت اللي يقولون عنه التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود هذا مقياس التدين الحقيقي فأني من أجد المتدين هو عكس هذه الموازين ويتقاتل على الدنيا وهمه وحياته أخذ الدنيا يا شبق من التدين ماتك النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته وهذا اللي صاير من فتاح الدنيا والأموال بالعراق دوخ أكبر واحد لهذا صار تنافس على مستوى المال لا بل بعضهم يسلك مسلك الدين للوصول إلى المال وإلى الشهرة وإلى الشبقة لا عمي لأن أكسب الدنيا بالطبل والمزمار أفضل من أن أكسب الدنيا بالدين لهذا هذا التدين الشكلي الغير حقيقي الكاذب هذا يشكل عقبة أساسية للرد عن الدين صحيح والتدين الحقيقي الصادق هو اللي يجذب الإنسان للدين حتى لو لم يتكلم هذا الرجل على أخلاقه يقولون والله أكو أخلاق والله أكو دين ها ويقول لها رحم الله والديك ها الغرب الغرب عموما الحرية مفتوحة ليش مدى يدخلون في دين الله أفواجا لأن وضعية المسلمين ما الشجع صحيح وضعية المسلمين الشجع لو المسلم اللي يذهب إلى هناك مهاجر أو كذا أخلاقه فعلا أخلاق الإسلام شان دخلوا في دين الله أفواجا اشتركوا في القناة